موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين طبعا يا أخوان سامحونا صلنا فترة شوي طويلة ما نزلنا فيديوهات سبحان الله حسب أمور العمل نحن نقدر نزل فيديوهات نسأل الله التيسير لنا ولكم بإذن الله تعالى طبعا يا أخوان اليوم موضوعي مهم جدا مهم جدا للناس أو للأخوة اللي حابين يعرفون موضوع الأحبار طبعا كثير في ناس سألوني عن موضوع الأحبار اللي هي بتدوم أكثر وتتحمل أكثر في موضوع الشمس العوامل الطبيعية الخارجية اللي بتصير مع الحبرفاه فيه أخوة كثير بتروح معهم الأحبار بعد فترة من نحكي سنة أو سنتين بتبلش يبهت اللون أو الأحبار تروح أو تسيح أو كذا أو إلى آخره طبعا يا أخواني فيه فرق كبير بالأحبار ونوعية الأحبار طبعا أنا بدي أحكي عن نوعيتين اللي موجودات في السوق وهم نفسهم النوعيتين اللي نستخدمهم إحنا بشكل يومي بس فيه ناس كثير ما بيقدروا يفرقوا بين هذا الحبر وهذا الحبر فأي إشي موجود في السوق هم بيجبوه وبيشتغلوا عليه طبعا هذه غلط جدا هذه واحدة من الأسباب اللي بتصير معها أو بتصير معكم اللي هي مشاكل الهدود أو خراب الهدود بشكل كبير أو نشاف الهد أو إلى آخرهين طبعا أنا بدي أحكي عن نوعين اللي حكيت عنهم موجودات في السوق النوعين هم الأولاني اللي هو السولفنت والنوع الثاني اللي هو الإيكو سولفنت طبعا أخواني الأكارم فيه ناس كثير ما بتفرق بين النوعين هم بيفكروهم نوع واحد الإيكو سولفنت وهو السولفنت السولفنت هو حبر لوحده والإيكو سولفنت هو حبر لوحده أعطيكم الفرق بين الحبر تبع الإيكو سولفنت وحبر السولفنت الحبر يختص في الطبعات الكبيرة أو الهدود الكبيرة اللي موجودة مثلاً هي زي السايكو زي الاريكو زي الكونيكا 512 اي فهي هذه تستخدم السولفنت للهدود الكبيرة طبعاً لأن هذه إلا اختصاصيات في الطباعة وهذه إلا اختصاصيات في الطباعة الإيكو سولفنت اللي نستخدمه بشكل كثير ويومي ومستمر اللي هو الهدود الإبسون الصغيرة اللي هو زي ما شرحنا عنها كثير اللي هي الـ XB600, DX5, DX7, DX6, DX11, DX800, I3200, 4725, 5112 طبعاً هذه الهدود كلها تستخدم فيها أحبار الإيكو سولفنت اللي هي الإبسون تمام؟ نعطيكو بس لمحة عن هذا الحبر عن هذا الحبر عشان أنتو تكون عندكم المعلومات الكافية في موضوع الأحبار عساس أنك ما تخربط في المستقبل في هذا الحبر أو هذا الحبر عشان تعرف تميز بين الإيكو سولفنت والسولفنت طبعاً نبدأ أول شيء عن حبر اللي هو السولفنت السولفنت يا أخوان من الأحبار قوية جداً هو محلول زيتي هو محلول زيتي يدخل فيه نوع من أنواع الصبغة وهو التنر أو الترب نحن نسميه أو الترنج فهذا يدخل فيه النوعين من الأحبار طبعاً هذا الحبر يحتوي على نسبة عالية من المواد العضوية المواد العضوية اللي بتطير أو نحكي اللي بتنشف اللي طبعاً هي باختصار بالإنجليزي بسموها LVOCS LVOCS هذه مواد عضوية مركبة عضوية بتطير في أثناء الطباعة طبعاً هذه تحتاج إلى تهوية تهوية كبيرة وتحتاج إلى نحكي هيتر وتحتاج إلى هواء عساس أنه ينشف بسرعة وما يأخذ وقت طبعاً أنتو عارفين السولفنت 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 بيحتوي على ريحة قوية جداً ريحة قوية جداً عساس هيك اللي عندهم السولفنت لازم يعملوا شفطات لأن هذه مواد ضرّة مواد ضرّة جداً مواد ضرّة جداً للأمانة فلازم أنتو تستخدموا الشفطات عساس أنه ما يسير عندكم أي مشاكل أنتو كلا سمح الله أمراض أو شيء من هذه الأحبار أنت مرات بتفوت على نحكي مطابع بتلاقي فيها الريحة قوية جداً فهذه اللي طبعاً نحكي اللي هي طابعات البانر والفليكس فبتلاقي هذه الأحبار قوية جداً طبعاً لسا بتزيد قوتها يا أخوان إذا بتنزل على مادة البي في سي اللي هي زال استيكر أو البانر أو غيره تمام؟ فهي بتزيد ريحتها وبصير تركيزها عالي في مادة البي في سي لما ينزل عليها الحبر تمام؟ طبعاً هي برضو دقيقة ما فيها أي مشاكل بس لازم يكون عندك تهوية عالية وما يكون عندك إغلاق في موضوع الطباعة اللي عنده سولفنت تمام؟ ولازم يكون عندك قوة تنشيف عالية أو نحكي اللي هو المراوح اللي بتنشف الحبر ولازم يكون عندك هيتنج اللي هو الهيتر اللي راكب على الطابع عساس أنه ينشف بسرعة وما يطير عندك اللي هي المواد العضوية اللي حكينا عنها عساس أنه ما يصير مشاكل عندك أنت كشخص تشتغل على الماكنة ولازم يكون عندك تهوية كاملة أو كافية عساس أنه ما يصير عندك مشاكل في أثناء الطباعة لأن هذه رائحتها ملحوظة حتى بعد التركيب لها رائحة قوية جداً هذا بالنسبة للسولفنت نيجي لأخوان طبعاً هو السولفنت إختصار لكلمة المذيبات نيجي لأحبار الإيكو سولفنت اللي هي الأحبار صديقة البيئة إحنا نسميها الإيكو سولفنت هي صديقة البيئة طبعاً بالنسبة لي ما في أحبار كيميائية صديقة للبيئة ولكن هذه أخف ضرر من السولفنت طبعاً هذه يعني كمان تحتوي على مواد زيتية بس معدنية مكررة تمام؟ معدنية مكررة يعني هذه الأحبار المعدنية مكررة مختصة من اللي هي أو نحكي مشيولة من الصبغات أو التنر مخفة في أقل من اللي هي السولفنت تمام يا أخوان؟ طبعاً هي موادها أخف وأضعف وما فيها مشاكل بالرائحة كثير تمام؟ محتوها النسبي أقل عضوية طبعاً المواد المتطيرة فيها أو الأحبار المتطيرة فيها أخف من السولفنت طبعاً هي صديقة للبيئة ممكن تستخدمها داخل المحل بشكل طبيعي جداً راحتها أقل ما بضر أكثر من السولفنت يعني أقل ضررها من السولفنت لأن السولفنت قوي جداً الإيكو سولفنت أخف تمام؟ بس طبعاً لازم يكون فيه تهوية تهوية برضو لازم يكون في الشفطات بس يعني حتى لو ما فيه الشفطات ما بيتأثر قوتها زي السولفنت طبعاً إيا يعني الإيكو سولفنت أخوان تستخدم أكثر إشي أكثر إشي تستخدم نستخدمها أوتدور اندور بس هي تستخدم الاندور أكثر إشي للأمانة هي تستخدم في الاندور نستخدمها أوتدور اندور اللي ما عنده درجات عالية حرارة في بلاده فبيقدر يستخدم الإيكو سولفنت بس بالداخلي والخارجي بس ما بدوم كثير ما بدوم وقت طويل تمام؟ بالنسبة للإيكو سولفنت تستخدمه أوتدور اندور بس اللي عنده زي احنا هنا في البلد اللي أنا عايش فيها اللي هي طبعاً نتعرفين الخريج درجة حرارة عالية جداً فإحنا نستخدم الأحبار الثنتين ولكن اللي بده يدوم أكثر عنده كفليكس أو بانر أو طبعات أو ستيكر في الخارج طبعاً إذا منركب براند معين على سيارات أو على السيارات الكبيرة لازم يكون عندك أحبار قوية جداً تمسك وما تروح بفترة قصيرة لأنها مكلفة إذا بدك تشتغل زي هيكا براند معين راح يكون مكلف جداً على الشخص اللي راح يساوي معاك العمل هذا فإحنا إيشو من نسوي؟ مشتغلة على السولفنت لحالة مكنات السولفنت طبعاً نرجع للإيكو سولفنت الإيكو سولفنت طبعاً هو بالنسبة للمذيبات أقل قوة تمام من السولفنت طبعاً تنظيفه سهل جداً برضو ما بيخرب السولفنت بس الأفضل أنا إلي شخصياً مش زي الإيكو سولفنت أعفواً زي الإيكو سولفنت تقدر تمسحه بسهولة جداً ما بروح الحبر عنه ولكن الإيكو سولفنت إذا جربت تشد على الحبر ممكن يروح معاك الحبر أو يطلع شوي 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 تمام فإحنا منركب عليه اللي هي الاستيكر للمنيشن عساس أنه يحميه من أي مشاكل من اللي هي الحف أو غيره بالتركي تمام؟ الرؤوس تستخدم فيها زي ما حكيت لكم هل هي الرؤوس الصغيري طبعاً ما فيه سرعة نشاف فيها ليش؟ لأنه الرؤوس صغيري بالنسبة للسولفنت لا رؤوس كبيري فلازم يكون نشاف سريع تمام؟ هو طبعاً بتقدر تستخدم زي ما حكيت لكم الإيكو سولفنت اللي هو فيه مناطق مغلقة ما فيه أي مشاكل يعني إذا استنشقت الأبخرة منها خطيرة أقل زي ما حكيت لكم من هذه هي صديقة في البيئة بس هي كعنوان أنا بالنسبة لي شخصياً هي عنوان صديقة للبيئة ولكن هي مصطلح مصطلح باستخدمه عساس أنه يعني برضو ما يخوفوا الناس من موضوع الأحبار لأنه هي مواد كيميائية وعالية التركيز تمام؟ بس هي أخف بس هي باستخدمها كوصف للأحبار أخف من أحبار اللي هي السولفنت تمام يا أخوان؟ هذا الفرق بين السولفنت والإيكو سولفنت اللي بدي يستخدم الإيكو سولفنت يا أخوان زي ما حكيت لكم حرارة بتحمل شمس فترة أطول ما بيحتاج اللي هو اللامنيشن كالي هو ستيكر لامنيشن حماية ولكن الإيكو سولفنت عكسه تماماً عفوا نرجع للسولفنت لما كملتش موضوع السولفنت لازم يكون كمان ما في أي مشكل فيه ولكن زي ما حكيت لكم هو مواد خطيرة سامة لازم يكون عندكم تهوي كافي أساساً أنه يطلع معكم بأبخرة الحبر تطلع برا بسرعة والأفضل أنه يتركب فوق الماكينة الشفطات دايريكت فوق الماكينة دايريكت أساساً لما الحبر لما يضخ الحبر على المادة البيفيسي سيكون عندك تفاعل والتفاعل هذا سيسبب إلى أبخرة لتطلع بعد الحبر تمام؟ هذه هي ركزة عليها الأبخرة لتطلع بعد الحبر فلازم أنت تستخدم التهوية القوية السريعة يطلع معك وما يصير عندك أي ضرر الإيكو سولفنت بالعكس يعني تستخدمه بماكن المقلقة لا يوجد أي مشاكل أيضاً سريعاً أقل نشافه من السولفنت تستخدم عليه الهواء فقط أو تستخدم عليه الهيتنج ولكن لا يضر بدون الهواء فقط لا غير لا تحتاج لهو الهيتر وهو الحرارة أساساً أنه ينشف وهذا الفرق بين هذا وبين هذا تستخدم السولفنت مقاوم وبطول أكثر بالنسبة للإيكو سولفنت بطول ولكن ليس مثل السولفنت مدى أعلى طبعاً نحن نتحدث عن اللي هو الأوتدور إذا تركب أي شيء أوتدور خارجي لازم تستخدم اللي هو السولفنت هذا الفرق بين النوعين وبرك الله فيكم يا أخوان طبعاً أكيد زي ما عودناك ولا تنسونا بالمشاركة بالقناة ودعمكم للقناة هو أكبر نجاح لنا بإذن الله تعالى وأنا الحمد لله متعود أن أزلكم أي شيء جديد معلومات وكصيانة بإذن الله تعالى طبعاً لا تنسونا بالاشتراك والدعم وسبسكراب والشير للقناة بارك الله عليكم نشوفكم في حلقة ثانية والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته